امتلأت الشوارع العراقية بلافتات الحملات الدعائية للمرشحين لانتخابات البرلمانية المقبلة إلا أن احتواءها على جملة من الغرائب جعلها تثير سخرية العراقيين صور الحملة الانتخابية للمرشحة حسناء أزهر الجنابي في مدينة القاضمية اختلفت عن المنصور حيث ارتدت في الأولى الحجاب بينما ظهرت في الثانية بدونه أما المرشح أحمد الأسدي فقد قرر أن تكون حملته الدعائية كمتحدث رسمي إلا أن صور حملته لم توضح باسم من يتحدث الأسدي لا سيما وأن القانون يمنعه من الترشح ما لم يفكر طباطه بميليشيا الحجد شعر حملة المرشحة عائشة المساري كان واضحا جدا فقد كتبت بلافتاتها أنها صاحبة الألف إنجاز ولكن دون أن تذكر واحدا منها بينما كانت المرشحة هناء تركي أكثر وضوحا من سابقتها حينما عرفت عن نفسها بأنها أموزين العابدين إلا أن العراقيين ما زالوا يبحثون عن صورة لها حيث أنها لم تضع صورها في دعايتها الانتخابية ابنة عم صاحب محل إطارات في أستراليا جملة وجدت المرشحة أنوار هاشم أنها تغنيها عن شرح برنامجها الانتخابي أغرب الدعاية الانتخابية كانت في محافظة ذيقار للمرشح ياسر ناصر حسين الذي ادعى النبوة من خلال حملته الانتخابية حيث عرف عن نفسه للشعب بأنه النبي السيد والإمام المجاهد وزعيم الأمة مؤكدا أنه ترشح بوحي إلهي حملة المرشح منعم هتلر الجابيري كانت محط جدل كبير حيث قال مخاطبا الشعب بحملته الانتخابية إن لم تنتخب نبيا فانتخب هتلر شعارات وأساليب لم يكن لها أهداف إلا اللعب بعقول المواطنين الذين كشفوا جميع ألاعبهم على مدى السنوات الماضية كما خلت جميع حملات المرشحين من برنامج انتخابي واضح اشتركوا في القناة